اكيد بعد ما فهمنا مفهوم التركيز وعرفنا شو قانونه حابين نحل كتير امثلة عليه عشان نتأكد انه فاهمين مية بالمية وهذا اللي رح نعمله هسه رح نحل اكتر من مثال على نفس مفهوم التركيز تعالوا معي نروح للمثال الاول المثال الاول بيحكي لنا انه في عندنا محلول حجمه 300 مل هذا المحلول حضرناه باذابة 30 جرام من هايدروكسيد الصوديوم وطالب منا نحسب التركيز لهذا المحلول بما انه طالب منا نحسب التركيز يعني رأسا بدنا نروح نتذكر قانون التركيز تعالوا نتذكروا مع بعض التركيز شو بيساوي التركيز بيساوي كتلة المذاب على حجم المحلول طيب خلينا نشوف شو معطينا بالسؤال معطينا حجم المحلول ومعطينا كتلة المذاب يعني بيضل علينا بس نعوض كتلة المذاب 30 جرام على حجم المحلول 300 مل إذن التركيز بيطلع يساوي 1 بالعشرة جرام لكل مل تمام ننتقل للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده طالب منا نحسب الكتلة كتلة هايدروكسيد البوتاسيوم اللازمة لتحضير محلول حجمه 800 مل وتركيزه 4 بالعشرة شو بدنا نعمل؟ بدنا نعوض عن نفس القانون لأنه معنى تركيز ومعنى حجم وبدنا نطلع كتلة هنعوض عقانون التركيز مع بعض التركيز 4 بالعشرة هنكتبها 4 على 10 عشان يسهل علينا الحل يساوي كتلة المذاب اللي هي مطلوبة بالسؤال هنحطها بالرمز كاف وحجم المحلول موجود عنا 800 مل شو بدنا نعمل؟ بدنا نضرب ضرب تبادلي تعون شو؟ شو رح يطلع معانا 10 ضرب كاف يساوي 4 ضرب 800 تقسيم 10 تقسيم 10 وكتلة هذا المطلوب اللي معانا تطلع قداش؟ تطلع 320 جرام طيب خلينا نشوف السؤال اللي بعده أكيد السؤال اللي بعده بدنا ديانا نطلع إشي مختلف هذا السؤال اللي بعده بدنا ديانا نحسب حجم محلول من كلوريد الصوديوم هذا المحلول من كلوريد الصوديوم كيف حضرنا؟ حضرنا بإذابة 30 جرام من كلوريد الصوديوم وطلع تركيز هذا المحلول يساوي 3 بالعشرة 3 بالعشرة شو الوحدة؟ جرام لكل مل بدوا إيانا نحسب الحجم تعالوا أنا وياكم نشوف كيف بدنا نحسب الحجم أكيد عرفتوا هنطبق على نفس القانون معطينا التركيز اللي هو 3 بالعشرة هنكتب 3 على 10 يساوي كتلة المذاب موجودة 30 جرام على حجم المحلول اللي هو المجهول اللي طالبه مننا السؤال هنرمز له بالرمز حق ونضرب ضرب تبادلي ونشوف شو هيطلع معانا 3 ضرب حق يساوي 10 ضرب 30 هنقسم على 3 وحنقسم على 3 وحيطلع معانا حجم المحلول يساوي 100 مل هيك حلينا 3 أسئلة بمجاهية مختلفة وعرفنا نحلها ليش؟ لأننا احنا فهمين شو هو التركيز وعارفين شو قانونه وهيك أي سؤال بيمرق معانا على التركيز شو ما كان المطلوب؟ أكيد هنعرف نحله بكل بساطة